هتعمل ايه لو موبايلك باز او اتقسر? هل هتغيره عادي ومش هيفرق معاك? وبرضه هل انت لو موبايلك جاب شاشة هتاخد قرار ان انت تغير الشاشة ولا تغير الموبايل بحاله? وهنا ايجي السؤال مهم. الداتا اللي موجود على الموبايل بتاعك ده. هل هتسيبها كده عادي? ولا هتحاول انت ترجعها? اما الحاجة التانية السيئة اللي ممكن تحصلك وتسبب في تلف موبايلك ان هو موبايلك يقع في المياه. وهنا هتتوقف على نوع المياه. ملحة ولا عزبة? ونوع موبايلك لو اندرويد او ايفون. خلينا امسك الايفون الاول ومن اول ايفون اكس فيه ما فوق فما تقلقش عليه سواء موبايلك وقع في مياه ملحة او عزبة. لو قع في مياه عزبة مفيش اي مشكلة تماما طلعه ونشوفه واخسره وعمره بمجفف كده والدنيا تمام. مش محتاجة انت تفتح الموبايل. اما لو قع في مياه ملحة فطلعه من المياه واخسله بمية عزبة. اه اخسل الموبايل يعني انا نعرف ان ده يعني خارج المنطج تمام بس اخسل الموبايل بمية عزبة. لان الملح يعني بيدمر الجهاز من جوه. ده لو هو ايفون من اول ايفون اكس فيه ما فوق لانه دي بتكون موبايلك مقاومة للمية. اما لو هو اندرويد بقى باختلاف انواع الا في جهازة اندرويد يعني قلالة جدا مقاومة للمياه. لو اندرويد وقع في مياه عزبة او مياه ملحة ففي كالتا الحالتين لازم تفك الموبايل وتنشوفه مين جوه. وغالبا ده يكون بعد يوم او يومين بالكتير او من وقوع في المية فالموبايل هيفصل معك تماما فانت لازم تفكه وتنظفه. وبرضو بقى تعالى نتوقع في اسوأ الظروف لو الموبايل ده ما اشتغلش او جاب شاشة برضو. فهنا بقى نلجأ لحل مهم. وده الحل او دي المشكلة اللي انا كنت اتعرضت لها من فترة. وهنا كان لازم افكر يعني ازاي هجيب الداتا اللي على الموبايل بتاعي ده. يعني انا كل حاجة تقريبا يعني بعيدا عن شغل القنافي شغلة تاني انا بعمله او في حاجات بيانات خاصة بي انا تانيت على الموبايل ده. فكان لازم اشوف حل ازاي يرجع الداتا دي. والحل ده مش بس على الموبايل اللي اتقصر او اللباز او اللي جاب شاشة. لا انت لو موبايلك اللي معاك حاليا وفي داتا من عليه راحة او تمسحت او ملفات انت مسحتها بالغلط او انت مسحتها وعايز ترجعها تاني. وده اللي هشاركه معك النهاردة ازاي ترجع ملفاتك من على موبايلك اللي باز او اتقصر او موبايلك الحالي اللي معاك وعليه ملفات انت عايز ترجعها. سواء بقى ملفاتك على الموبايل نفسه. ملفات الشات بتاع الواتساب. ملفات موجودة على جوجل درايف. كل الملفات دي نقدر نرجعها من الموبايل المقسور. والموبايل الحقيقي واللي شغال. وبالتأكيد تعمل لايك في فيديو ده واشتراك في القناة وتعمله فلو على انستجرام. هتلاقي رابط الانستجرام بتاعي موجود في وصف بتاع الفيديو. لان بنزل لك الاكسطورهات وبنزل الريلز كمان على الانستجرام بجانب ريلز التيك توك. فيعني ايه? خلينا نتواصل على اكتر من منص. مبدأ هنا تحتاج موبايلك وكابل يو اس بي سي. واللاب توب بتاعك او الكمبيوتر بتاعك. علشان الابليكيشن اللي احنا نستخدمه بيشتغل على بي سي او مكبوكو. وخلي بالك برضو. يعني ده بينفع الاندرويد وبينفع للايفون. في الحالتين شغال. ده اللي هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف بتاع الفيديو ده. فقبل ما تدخل عليه هسيب لك كمان رابط لعروض بلايك فرايدي. وفي هنا اربع كروض بتاخدش الكارت منهم. ودايما ناخدش اللي على الشمال هيجيب لك تمانين في المية خصم بتعمل كوبي اندريديم. هيجيب لك كود خصم تمانين في المية. طيب خلينا بقى نضغط على هنا. وننزل الاداة اللي هتخلينا نرجع البيانات المحزوفة من الموبايل بتاعنا لو احنا مسحناها بالغالد او نرجع بيانات من مقصوبة. طبعا انا نزلت الاداة وسبتها. الكلام ده سهل بالنسبة لك. فيش اي مشكلة. والمفروض دلوقتي ان الموبايل متوصل بكابل الطايب سي بالكسة او باللاب توب. في خطواتها تزهر لنا في البرنامج هنا علشان نعملها في الموبايل اللي هو تفعيل الخيارات المطورة وبعد كده تفعيل تصحيح اقطاء اليو اس بي. ما تلقش. دي بتزهر لك خطوة خطوة في هنا عشان يعلمك ازاي تعملها لو انت ما بتعرفش. خلنا بقى نبدأ نشوف اول حاجة عنده كده على الشمال يعني ترجع بيانات محزوفة من موبايل. ترجع بيانات محزوفة من جوجل درايف على اكاونت معين. بعد كده اللي تحت خلص على الشمال دي اللي هي ترجع داتا من موبايل مكسور. بعد كده عندك ترجع بيانات من واتساب. الفوق على اليمين دي بقى اللي انا سبتها اللي هي اللي هو البيانات بقى اللي انت رجعتها من موبايل المكسور او البيانات الممسوحة وانت رجعتها هتختار بقى ان انت ترجعها على انهجاز. ممكن ترجعها على الكمبيوتر وتحفظها على الكمبيوتر هنا او تحفظها على موبايل تاني. لان انت فكر معايا كده انت رجعت داتا من موبايل مكسور. هتنقلها فين بقى? فهو هيمكنك ان ان انت تنقلها على موبايل او تسيبها على البي سي هنا. طيب خلينا بقى نجرب الاختيار الاول ده اللي هو ريكافر فون داتا. نرجع داتا محزوفة من على الموبايل. الموبايل بتاعي متوصل وتعرف عليه. لو قال رينو سيكس نعمل ستارت. طبعا هيعمل سكان وبيختار بقى ان انت تعمل فول سكان حين يجيب لك اضبك الملفات اللي اتمسحت وكل حاجة من بداية تاريخ الموبايل ده او تختار كويك سكان اللي هو حاجة مسلا انت مسيحة قريب. وحرفيا انا اول مرة اوصل ده بالموبايل بتاعي واول مرة يتعرف عليه. يعني مش عارف حاجة عن الموبايل بتاعي. ففي تطبيقات تانية بتقولك انا برجع المحزوف اه. ولكن التطبيقات متطلبة نهاية تكون موجودة على الموبايل بتاعك من زمان. لان هي كانت بتاخد نسخة من اي حاجة عندك على الموبايل. فلما تمسحها تلاقيها عليها. هي كده مرجعتش المحزوف. هي كانت وقت نسخة فانت لقيت النسخة عليها. بس مش اكتر. انما هنا فعليا بيرجع البيانات المحزوفة من على الموبايل بتاعك. والابليكيشن مالوش علاقة به نهائي. فهنعمل كويك سكان ونستنى شوية. العملية دي بتاخد شوية فانا هوقف تلقائي وارجع لك تاني. تمام وبكده رجع لي بيانات كترة جدا كانت محزوفة عندي. يعني انا انبهرت بصراحة من الابليكيشن ده ما توقعتش ان هو يرجع بيانات. يعني كنت مفكر بصراحة ان هو الاول لازم اعمل له نسخ احتياطي وبعد كده بقى يعني ايه? هو كده اخد نسخة من البيانات اللي عندي. فانا بعد فترة يعني المفروض ان هو هيجيب لي اللي عنده. ما عملش جديد يعني. لكن هو فعلا الجهاز اول مرة يتوصل بالابليكيشن ده. فجاب لي فعلا ملفات انا حزفتها من فترة. يعني انا استغربت بصراحة ازاي الملفات دي لسه هو قدر يجيبها بتبقى موجودة على الموبايل ازاي? ده انا حزفها حزف نهائي من الموبايل. ملفات كتيرة جدا او صور. فهنا فيديوز وهنا هنا فوتوز وهنا فيديوز هو يعني انا مسحتها وهو رجعها تاني. انا اصلا على الجهاز عندي ما يكملش الف صورة. هو هنا عنده الف وستمية ممسوحين. طبعا ده الجهاز الجديد بتاعي بعد ما لقديم باز. وهنا عندي ملفات انا مسحتها حوالي ستة وتمانين ملف. كل دول بقى اقدر اعمل لهم يعني ارجعهم على الموبايل اللي انا موصلوا بيه حاليا بالجهاز. يعني هرجعهم ليه تاني او هحفظهم على دلوقتي. لحين بقى ما يجيب موبايل جديد او جهاز تاني. انا لهم عليه تاني. فممكن تختاري الخيار ده او الخيار ده. فانا حاليا مش عايز الملفات دي. يعني انا مش عايز الملفات اللي انا مسحتها دي. فيعني حقيقي الابليكيشن بهرني جدا جدا. انا ما جربتش ابليكيشن بصراحة بيرجع ملفات محزوفة الا لو كان كان الا لو كان موجود على الجهاز من فترة. فهو اصلا كان بياخد نسخة من كل ملف. فساعتها هو كان موجود عليه. حتى لو انت مسحته من الجهاز ببقى موجود عليه. فده شيء طبيعي. ان هو كان واخد نسخة. انما هنا اصلا الابليكيشن ده اول مرة يتعرف على موبايل لي. ايه دي اللي يجيب ملفات ممسوحة ازاي? هو ده الشيء المبهر فعلا. وهي دي شيطارة شركة فلو انت هتستخدم عشان ترجع ملفات محزوفة فانصحك بقولها تأكيد باي سكر من شركة فبكده نكون عارفنا ازاي نرجع الداتا المحزوفة من على الموبايل بتاعنا والداتا اللي احنا يعني ضعت منها وميش عارفين نسترجعها. ونقدر نسترجع الداتا كمان من موبايل مخصور او من شاشة بتاع طبيزة. فكده نقدر نحافظ على البيانات بتاعتنا وما تضعش مننا تاني. فاكيد الفيديو ده اعجبكم ستجعل اللايك في فيديو ده واشتراك في القناة. نشوف فيديو الجاي. صحيح